كابتن أسامة من مكاسب ماتش النهاردة بجانب الثلاث نقاط عودت محمد شريف مرة أخرى للتهدي آه لسه يعني لا أحسنت أكلمتني كثير جدا على محمد شريف أنا مختنع أن محمد شريف مهاجم خطير جدا ومش بس للنادي الأهلي المنتخب مصر كمان وهو في فترة كان كده وكان هدف الدور المصري ولكن هو فقد الثقة في نفسه شوي في أنت كنت تلعب مهاجم وعارف المهاجم طول ما هو رجله في الملعب طول ما هو بيجيب جوان ثقة بياخدها يوم عن يوم عن يوم هو المشكلة أنه قاعد فترة يلعب ماتش بعدين يقعد ماتشين وبعدين يبعد وبعدين يلعب نص ساعة ماتش كيروش آه في فترة كده تقصد نفسين بعض الوقت في فترة كيروش فعلا آه فأنت أحيانا محتاج حتى لو المهاجم مش ماشية معه قوي أصبر عليه شوي يعني أدي له ثقة أن أنا واثق فيك أن أنت ممكن تكسبني وهو لازم يحاول زي ما قال أنه أتمرن أكتر في التدريب ألعب عجون أكتر أركز قبل الماتش أكتر يعني هو كمان برضو لازم يساعد نفسه وجوده في خط فرود النادي الأهل أو خط هجوم النادي الأهلي مهم يعني وجوده مهم في خط هجوم النادي الأهلي أه أنا مختنع بديه بس زي ما أنا قلت لك هو عايز ثقة اللعب على طول يعني ياخد فترة يلعب 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 طبعاً النتائج لما تبقى ماشي على طول بتساعد حتى لو واحد بعيد شوي وكان أيام مستر مش مش فايسة أيام مستر لا مش فايسة أيام مستر على مين لا واحدة دي لا لا أنا اشتغلت معنا هو عشر واحد جوزيه جوزيه لا أنا بس عشان ركزت في في فايسة أيام مستر منو الجوزيه عارفين أنه فلافيو قاعد فترة ما كانش بيجيب جوان بس هو طبعاً بيساعدوا بيساعدوا أن الأهلي كان بيكسب يعني آه فلافيو ما بيجيبش جوان بس الأهلي بيكسب فعادي بس هاتلي الكرة دي تاني معليش سامير هاتلي الكرة بتاعت الجول تاني بعد إذنك يعني اتعاملت فيها لما تيجي ضربة سابتة اتعاملت حلو رغم أن هي في الثانية الأخيرة مجد أفشا ما استعجلش دي نشوفها يعني لما مجد رجحها لحسين تاني على أساس يعمل خلخلة شوية في فرقة فاركو أنا هتكلم على حس محمد شريف التهديفي في كرة دي طبعاً إنه راح إزاي على عرض الأولاني فيه أوقات كتير جداً في المباراة كنا محتاجين واحد يروح فعلاً ويختف عند العرض الأولاني بص محمد شريف بحسه التهديفي مصبوط الحرك إزاي؟ هو لما رجعت الكرة لحسين وهو برضو المهاجم بيبقى واخد باله من دي هي لما رجعت لحسين وعملها عرضية محمد شريف وسافيو وحسام كلهم داخلين فمحمد شريف لما بقدت عنه هناك هو عارف إن سافيو هيردها على القائم الأولاني أيه فهو اتحرك قبل الجون وخطفها بالظب هدف جميل في توقيت حلو حتى من سافيو آه آه طبعاً كنا بنتكلم قبل المباراة على المفروض اللي بيبقى في المكان ده يلعب بدماغه في المكان إزاي؟ آه فتتحقق فعلاً إن المكان موجود هنا ده هو أحرز اللي هذا في رأسه لا وكمان الكسافة الكسافة يعني المحسين اللي عيبها وسافيو راح لورا وبرجحها كان فيه ثلاث أربع لعيبة رايحين على القائم الأولاني وفي النص شوية يعني حتى لو عدت من شريف كانت ممكن آه حسام حسن يجيبها ممكن فس هي ملعوبة من سافيو رجحها كويسا هدل الكرة من أولها تاني برده هدل الكرة من أولها تاني عايز أتكلم برضو على هنا هنا الهدوء هنا لا عايز أتكلم على حسين الشحات ماشي بس أنا كمان بتكلم على هدوء مجدي هنا ممكن في آخر ثانية دي روح عاملها كده وحاططها لكن هو رجحها بشكل كويس وحتى حسين برضو بس حسين بص بص ولعبها بص بقى خمس لعيبة من لدي الأهل داخلين ستة كمان برونو سافيو رجحها كويس ولعبها بحمد شريف وشريف خطفها قبل ما شيكا يحط إيده في الكورة فهو هدف كويس في توقيت صعب يعني تلت نقط تلت نقط غاليين جدا خلوك محتفظ بالصدارة حتى قبل المباريات الأخرى للمنافسين صحيح فنتمنى إن شاء الله إنه 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 النفس الروح دي اللي هي الخمس دقائق دي اللي تلعبت في الآخر إنها تبقى موجودة في وقت كتير من المباراة ما تضيعش وقت كتير واتدخل الفرق معاك في الجيم إلا حاجة إلا حاجة خارجة عن إرادتك لأن انت كمان الفوري الفنية بينك وبين الفرق التانية لا في لمصلحتك مفروض طبعا مفروض النهاردة زي ما قلنا كان الشوت الأولاني بسهولة جدا تقدر تجيب هدفين ثلاثة أيضا في ماتش فيوتشر الشوت الأولاني كان بسهولة جدا تجيب هدفين ثلاثة غير الفرص اللي ضاعت صحيح فالحمد لله على المكسب جيت في توقيت حلو وتاني أنا برضو بضم صوت العلاق والشريف وعادل أكيد يتكلم في النقطة دي برضو إنه شريف لما بيجيب جون المهاجب لما بيجيب جون ثقته بنفسه تفق مع نفسي طبعا معنويا بيعزز بتعزز الثقة في نفسه فنتمنى له التوفيق حطت رجلي في الملعب تاني آه بتمنى له التوفيق في الفترات الجاية موسيقى